أهلا بكم مشاهدين الكرام في النشرة الجوية وقدمها لكم منوى القناة الخبرية في الجزائر إذن تبقى الأجواء دائما مضطربة غير مستقرة مصحوبة بيمطار على أغلب المناطق الشرقية خاصة بأقصى الشرق الجزائري لكن تتحسن الأجواء على المناطق الغربية والوسطى نستهل نشرتنا الجوية بصورة القمر الاستناعي توضح لنا صحوب عابرة على أغلب المناطق الشرقية حتى على السورة والجنوب الغربي نسل بكم مشاهدين لتفاصيل الوضعية الجوية اليوم الاثنين بداية بحركة الرياح نرتقي بإذن الله وبريح من ضعيفة إلى معتدلة نسبيا على كل المناطق الشمالية حتى بالمناطق الجنوبية للوطن لن تتعدى سرعتها 35 كم في الساعة نمر إلى الوضعية الجوية المرتقبة لصبيحة الاثنين نتوقع بإذن الله أجواء مغشة جسئيا على غرب وسط البلاد مع تشكل ضباب خفيف قرب السواحل الوطنية يبقى التقس دائما غائم وممطر بالمناطق الشرقية بالنسبة للجنوب الأجوار ستكون مشميسة إلى قليلة الصحوب مع تطاير للرمال بالصحراء الوسط حتى بأقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة المرتقبة لصبيحة الاثنين نتصل بإذن الله إلى 16 درجة على الجزائر العاصمة موتزي وزو 18 درجة على عنابة 19 درجة على وهران مستغانم واتنس 14 درجة على البيض نعامة ومشيرية 9 درجة على سطيف 8 درجة على باتنا 27 درجة على عين الصالح والدرار 26 درجة على عين قزام 22 درجة 22 درجة 23 درجة على إليزي وجانات في ظاهرة الاثنين نتوقع بإذن الله أجواء مستقرة ومشمسة إلى قليلة الصحوب نوعا ما على كل السواحل الغربية والوسط تشكر خلايا رعدية منعزلة ممكن أن تعطي بعض الأمطار المتفرقة بالهضاب العليا تتحسن الأجواء تدريجيا على المناطق الشرقية بالنسبة للمناطق الجنوبية حسيمة تساقط بعض الأمطار المتفرقة على شمال الصحراء والوحات يبقى التقص دائما مشمس إلى قليل الصحوب بباقي المدن الجنوبية مع تطير بعض الرمال على الصحراء الوسطى درجات الحرارة المرتقبة لظاهرة الاثنين ستكون لطيفة نسجل حوالي 28 درجة على الجزائر العاصمة 29 درجة على تيزي وزو 28 درجة على تيارة والجلفة 30 درجة على وهران 26 درجة على النبا 27 درجة على قلمة 42 درجة على عين سالح 40 درجة بتندو 41 درجة على أدرار 38 درجة على إليزي وجانات 43 درجة على منطقة عينجزة أما عن حالة البحر اليوم الاثنين البحر بإذن الله رح يكون من جميل إلى قليل الاتراب نوعا ما على كل السواحل الغربية والوسطى مع رياح رح تكون شرقية إلى شمالية شرقية تترابح سرعتها ما بين 20 حتى 30 كم في الساعة بنسبة للسواحل الشرقية البحر بإذن الله رح يكون جميل مع رياح مختلفة الاتجاه إلى شمالية غربية لن تتعدى سرعتها 15 كم في الساعة قبل أن نختم نشرتنا الجوية نتجه بكم اليوم لولايات سمسيلت فإن التقص بها أيام الاتنين ثلاثة والأربعة سيكون تقص مستقر ومشمس على العموم مع درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين 11 و 12 درجة خلال الصباحة وما بين 23 و 27 درجة خلال الظاهرة رياح فيها ستصل 30 كم في الساعة أما نسبة الرطوبة حوالي 80% كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعتنا لأحوال التقص اليوم الاتنين والله أعلم شكرا لكم على المتابعة في يمن الله